اهلا بكم افادت مصادر والحدث في ولاية جنوب دارفور بان السوق الشعبي بعاصمة الولاية نيالا شهد اطلاق نار كثيف وقالت المصادر ان اطلاق النار صحبه عمليات نهب واسعة من قبل عناصر قوات الدعم السريع ما تسبب في هلع المواطنين على صعيد متصل تشهد عاصمة اقليم دارفور الفاشر توترات بعد عملية حجد للقوات من الجيش والدعم السريع وبحسب شهود عيان فانه تم اغلاق السوق الكبير بمدينة الفاشر وسط تمركز لقوات من الدعم السريع حول ازريبة والطريق المؤدية للسوق قال المدير والتنفيذي لشبكة دارفور لحقوق الانسان محمد حسن ان المواطنين في الجينينة يعانون بشكل كبير من نقص الادوية فيما لا تزال الجثث منتشرة في كل مكان بدأ البعض في الخروج من الجينينة والناس هناك لا زالوا يعانون من انتهاكات حقوق الانسان ومن اسوأ الامور الان ان جثث الاشخاص لم تنقل ولا تزال خارج الطرقات وداخل المنازل بالفعل هناك ازمة انسانية ولا يزال الناس يعانون من نقص الغذاء ونقص الادوية ونقص العلاج الطبي ونقص المياه لا يسمح للمدنيين منذ اكثر من شهرين بالخروج من الجينينة فعندما تخرج النساء يتم اغتصابهن ويقتلنه وعندما يخرج الرجال ايضا يقتلون هذه المنطقة دمرت بالكامل انهم يقتلون الناس المدنيون يهربون الى تشاد 80% من المدنيين انتقلوا من خارج الجينينة والذين بقوا هم من يعانون ومعظمهم من الجرحى والمرضى هذا ما يحدث الان في الجينينة وقبل هادانا فرحان حق المتحدث باسم الامين العام ليلوم المتحدة اعمال العنف ضد المدنيين في سودان مشددا على ان ايصال المساعدات سيستمر لمختلف مناطق السودان سواء توقف اطلاق النار ام لا وعبر فرحان حق عن قلق الامم المتحدة بشأن تأثير الهجمات على مراكز الرعاية الصحية ما ادى لوقف العديد منها عن العمل على مدى الاسابيع الاربعة الماضية سهل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية حركة 438 شاحنة تحمل حوالي 17 الف طن من المساعدات الى اجزاء مختلفة من السودان وتحركت 50 شاحنة من تلك الشاحنات خلال اليومين الاولين من وقف اطلاق النار الاخير سوف نستمر في تسليم المساعدات سواء توقف اطلاق النار ام لا نشعر بالقلق من تأثير الهجمات على مراكز الرعاية الصحية فاكثر من ثلثي المستشفيات مغلقة في المناطق المتضررة من القتال كما توقفت العديد من مستشفيات الولادة عن العمل ومع استمرار القتال ارتفع عدد النازحين داخليا إلى ما يقرب من مليوني شخص وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وقد لوحظت اعلى نسبة من النازحين داخليا في غرب درفور ونهر النيل نزر معركة قريبة بين الجيش والدعم السريع في عاصمة اغليم درفور مدينة الفاشر بعد ان انتشر الجيش في احياء كثيرة بالقرب من المكان الذي يسيطر عليه بالقرب من غاية الجيش فيما انتشر ايضا الدعم السريع بالقرب من السوق وفي السوق الزريبة بمدينة الفاشر وهناك نداءات واسعة للمواطنين بضرورة الابتعاد من اماكن انتشار الجيش واماكن انتشار الدعم السريع حتى لا يصاب احد باي شزية تخرج من الطرفين المتغاتلين في مدينة الفاشر حتى الان الوضع محتقم جدا بين الجيش والدعم السريع ويمكن ان تكون هناك معركة في اي لحظة وفي الخرطوم افاد مراسله الحدث باستمرار القصف العنيف على احياء العاصمة كما شهدت طائرات استطلاعا في شرق وجنوب الخرطوم واضاف ان الجيش نفذ طلعات جوية في شرق النيل وفي منطقة الكلاكلة التي شهدت معارك بين الجيش والدعم السريع كما تستمر الاشتباكات البرية بين طرفين نزاع خاصة في الفتحة وفي عدة احياء لا يزال يقطنها سكانها لا اكبر لا اكبر لا اكبر لا اكبر الى لبنان انه لا يحمل اي طرح لحل الازمة السياسية في لبنان كاشفا عن سعي بلاده الى وضع اجندة اصلاحات تعطي الامل باخراج لبنان من ازمته لو دنياو عقب لقائه البتريارك الماروني اكد استعداد بلاده لتقديم اي دعم للبنان مشددا على ان الحل يأتي في الدرجة الاولى من اللبنانيين ساستمع الى الجميع هذه زيارة الاولى وستتبعها زيارات اخرى ساسعى الى وضع اجندة اصلاحات تعطي الامل باخراج لبنان من ازمته لا احمل اي طرح الحل في الدرجة الاولى يأتي من اللبنانيين وفرنسا جاهزة دائما لتقديم الدعم وقبلها اكد جانعي فلودريا خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اكد ان هدف زيارته الاولى الى بيروت هو استطلاع الوضع سعيا للمساعدة في ايجاد حلول للازمة السياسية القائمة هناك من جانبه شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ان المدخل الى حل الازمة يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية مشيرا الى ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة والتي يعطي اقرارها في مجلس انواب دفعا للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة تشتد الازمة الاقتصادية في لبنان حيث بلغت معدلات التضخم في كافة القطاعات الحيوية مستويات قياسية لا سيما في قطاع المواد الغذائية وقد اظهر تقرير للبنك الدولي عن قفزة اسعار الغذاء بنسبة 350% ليصبح لبنان هذا العام من اكثر بلدان العالم من حيث ارتفاع تلك الاسعار متفوقا وبفرق كبير عن الارجنتين وزنبابوي القابل كان الواحد ينزل يكون حمله 150 الف 200 الف يشتري كل غراضه ويطلع على بيته اليوم بيحمله لو حمل 100 مليون اليوم شو بدي يقدو ما عم يقدر يشتري شي كل شي غالي ما بعرف شو صاير تضخم المالي اللي عم بصير قزمة كتيرة كبيرة وما حد حيسس فيها 1000 ليرة اليوم بيجيب لك شي تحمل اليوم مليون بيجيب لك كان ايام الالف ليرة اوكي لانه الميتة الف هلاتني بيجيب لك حبة عالك الدولار بتعبي فيه بنزين مثلا 20 دولار ورقة صغيرة عبي تنكة بنزين او نص تنكة بنزين حتى تحمل مليون ليرة عشرة ترجمة نانسي قنقر من بيروت ينضم إلينا النزيه متى النائب عن حزب القوات اللبنانية مرحبا بك سعادة النائب يقول لودريان بأنه لا يحمل أي مبادرة إلى الجانب اللبناني من أجل حل الأزمة في الداخل اللبناني أزمة الرئاسة إذن ما الذي يناقشه المبعوث الفرنسي أول شي مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا من المفترض وقت حدا يكون عم يتعين بمهمة يجي يستطلع الوضع هلأ كل الترجحات بتقول أنه لازم يستطلع الأوضاع لازم يحكي مع كل المعنيين بالموضوع حتى يقدر ينطلق حتى تشوف كدولة فرنسية كيف لازم تغير موقفها لأنه حسب ما لتبين أنه في إجماع مسيحة بالسياسة وإجماع مسيحة دينة كمان فبتصور الدولة الفرنسية بهذه الوضع لازم تترجع تعيد حسابتها بالموضوع فمن هون منطلق ونقول لدريان جاي يستطلع الوضع يلاقي المعنيين حتى يعملوا جولة جديدة فيما يخاصر أستجام غريب لبنان طيب يعني برنامج اللقاءات سعد النائب يعني هل أنتم بصدده التقى بشكل علني البدرك وكذلك رئيس الحكومة هل ثمت لقاءات ثنائية غير معلن عنها مثلا هو اللي صرح عنه أنه رح يتلقى البطريارك الماروني رح يتلقى كمان برئيس الحكومة رح يتلقى بدكتور جعجع رح يتلقى حسب كمان الأخبار اللي عم تنقال رح يتلقى بالوزير باسيل وحكمه رح يكون عنده لقاءة تانية هو صرح أصلا للإعلان وقال أنه متى عمله ما يكون فيه تأويلات إن كيس أنا ما شفت أشخاص معينين إذا ما شفتهم هالمرة أنا رح أعمل استطلاع طبعولي وارجع روعة بريز وارجع بعد أسبوعين تقريبا اللي ما قدرت شفته به الجولة رح أرجع شوفه مرة تانية وهذا على كلام ما هو يعني ولا شك بأنه التقى الدكتور سمير جعجع ساعة النأب ما الذي يدار في هذا اللقاء صحيح بدي أقوله أنه بغض النظر إذا أنا بعرف شو اللي يدار ولا لا بس من المؤكد ما بسيو ساعة النأب اللي كان عم يقوله الدكتور جعجع صد له فترة اسمحني ساعة النأب نريد منك يعني على الأقل بعض التفاصيل يعني عن هذا اللقاء خاصة وأن لقاء مبعوث رئاسي فرنسي بالدكتور سمير جعجع والدكتور سمير جعجع يعني الآن يقال بأنه يعني الكل يدعي بأنه بيضة القبان ولكن هناك شيء فيما يخص رئاسة اللي عم جرب يقول لك أنه الدكتور جعجع عم بيقول اللي رح يقوله للموفد الفرنسي عم بيقوله قدام كل العالم وين ما كان عم بيقول هيدا الاستحاق هو وطني بامتياز هيدا الاستحاق لازم يصير بأسرع وقت ممكن لازم يصير هالاستحاق هيدا ما يكون غير وطني يكون وطني بامتياز من المفترض أنه كل الأفريقاء اللبنانيين أنه يكونوا إخدين حقهم من خلال هالاستحاق لأنه اللي شفناه من قبل وقت صار خط الممانعة أخذ رئيس جمهورية من ميرتو وشفناه شو صار بالبلد هيدا اللي عم بقوله دكتور جعجع اللي عم بقوله دكتور جعجع أنه من المفترضة الإجماع السياسي والإجماع الديني اللي صار أنه فيما يخص رئيسة جمهورية من المفترض أنه كل الدول الباقية تحترمه وتساعد أنه يصير مثل ما لازم طيب تعرف أنت سعت النائب بأن فرنسا في الفترة الماضية تبنت مسألة ترشيح سليمان فرنجية هل عرض الموفد الفرنسي هذا الموضوع مرة أخرى على الدكتور سامير جعجع على القوات اللبنانية نرى منرجع منقول أنه ليدريان بيعرف الوضع باللبنان مزبوط كونه كان في عنده مسؤوليات كتير مهمة بالبلد أنا برأيي أنه مجرد تعين من أول وجديد الموفد الفرنسي جديد اللي هو ليدريان معناتها فيه مفروض يكون فيه تغير بالسياسة الفرنسية مفروض يكون شافة الدولة الفرنسية أنه أنه المعطل اللي كان عم ينطلقوا منه حتى يقوله سامير فرنجية رئيس جمهورية وبالتالي أنه الفريق الثاني يختار رئيس حكومة أنا برأيي هذا ما بيتطبق خاصة هلأ باللبنان لأنه لبنان بحاجة لرئيس جمهورية أكيد مش مثل رئيس جمهورية مش كاسنمين فرنجية مش لشخصه عم بحكي لانتمائه بحاجة لمرشح لرئيس الجمهورية يكون يفكر بلبنان المستقبل ما يكون إخي الطرف بالبلد ما يكون هو عم بيجهره فيه فريق الممانعة ويقول هيدا مرشحنا ونحنا بدنا هيدا المرشح هوني عم بيكون المرشح التحدي بامتياز فمن هالمبدأ هيدا مفروض تكون الدولة الفرنسية شافت أنه نحنا عايزين مرشح لرئيس الجمهورية يخلص البلد مطرح ما هو لأنه الشعب اللبناني صار منهك محبط ما بيقدر يحمل أكتر من هيك حتى نقدر نوصل البلد لأفضل مطرح ما يكون ما لازم يكون طيب هل طرحت القوات اللبنانية على المبعوث الفرنسي خطة ما من أجل أن يملأ الشاغر في قصر بعبداء سوري بس عيد سؤال هل طرحت القوات اللبنانية هل طرح الدكتور سمير جعجع أي مبادرة أو يعني اسم من أجل أن تكون هناك اتفاقيات كذلك داخلية ومدعومة من فرنسا باعتبارها لاعبا رئيسا في مسألة الانتخابات الرئاسية اللبنانية من أجل أن يكون هناك من يسكن قصر بعبداء يكون هناك رئيس الجمهورية شوف القوات وعلى رأسها سمير جعجع كانت دايما من أكتر الطرحين للعبة الديمقراطية بالبلد ونحن كنا قبل لعنا مرشع اسمه ميشيل معوض لأسباب معينة ما قدرنا وصلنا العدد لازم يصله من حيث الأصوات قدرنا تقاطعنا مع عدد كبير من الأطراف المسيحيين وغير المسيحيين حتى نقدر نجيب له أكتر عدد أصوات ممكن هلأ بوقت الحاضر المرشح تبعونا هو جهاد أزعور أكيد دكتور جعجع هيدا اللي بيكون قال للمنفذ الفرنسي أنه نحن هلأ عنا مرشح إذا بدي يكون في رئيس الجمهورية بالبلد مشتعين لرئيس الجمهورية مفروض يكون في جلسة بمجلس نواب بدورات متتالية حتى يصير في انتخاب لرئيس الجمهورية بالشكل ديمقراطي شكرا جزيلا لك من بيروت نزيه متى النائب عن حزب القوات اللبنانية أعد إلى الملف السوداني من أمدرمان ينضم إلينا صحفي في مكتب الحدث في سودان شهدي نادر مرحبا بك شهدي نستطلع منك الوضع الأمني يا شهدي مرحبا حسين يمكن أن نقول بأن المواجهات البرية التي بدأت هي قد انحسرت بشكل ملحوظ خلال ساعات هذا اليوم مع ملاحظة أخرى حسين وهي استمرار القصف المدفع المكثف من قاعدة كريريا العسكرية وهو قصف مستمر منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة في عدة اتجاهات سواه هنا باتجاه جنوب مدينة مدرمان أو في شمال مدينة الخرطوم بحري أو كذلك في مدينة الخرطوم القصف هذا حسين ازدادت حدته بشكل ملاحظ صباح هذا اليوم وكان مصحوبا بتحليق للطيران الحربي عند فجر هذا اليوم حيث نفذ الطيران طلعات وشن قارات جوية في مقابل ذلك كانت المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع تدوي وتحديدا في منطقة شرق الخرطوم وأيضا في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية مقارنة اليوم بالأمس يمكن أن نقول بأن هناك انحسار باين في المواجهات البرية والاشتباكات البرية التي شهدناها في عدة نقاط كان عنفها وأكبرها هو في منطقة المهندسين وكذلك الفتحاب حيث دارت هناك اشتباكات استمرت لعدة ساعات وكذلك تخللتها مطاردات ومناوشات امتدت إلى عدد من أحياء جنوب مدينة أمدرمان على وجه التحديد منطقة المهندسين وكذلك ضاحية الفتحاب والمنصورة اليوم لم نشهد ذلك ولكن نلاحظ منذ صباح هذا اليوم استمرار القصف المدفع بشكل مكثف هو قصف مستمر لم يتوقف في عدة اتجاهات طيب شهدي تسمعوني شهدي نعم 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 أكمل شهدي وأسألك كذلك عن احتياجات الناس تأمين احتياجات الناس والوضع الطبي فيما إذا كانت هناك استدراكات لعمل بعض المستشفيات التي خرجت عن الخدمة خلال الفترة الماضية نعم اشتباكات الأمس حسين التي دارت في جنوب مدينة مدرمان كما أسلفت امتدت إلى داخل الأحياء هذا الأمر عاق حركة المواطنين حيث كانت الاشتباكات تدور في الطرقات وعلى جدران المنازل استمرت لساعات طويلة عاقت خروج المواطنين عاقت حصولهم على حاجاتهم الأساسية اليوم هو أفضل إلى حد ما هناك حركة في الشارع ذات الحركة الطفيفة المصحوبة بالحذر ليست الأوضاع مطمئنة كما كانت خلال اليوم الأول والثاني من هدنة الاثنتين والسبعين ساعة والتي شهدت حسين في آخر أيامها تنفيذ عملية إجلاء للمسنين من دار المسنين في مدينة بحري بعضا انظلوا عالقين منذ الخامس عشر من أبريل الماضي وحتى أول أمس حيث تم إجلاءهم في عملية وصفت بأنها عملية صعبة وشاقة تم إجلاءهم إلى ولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم وعلى ذكر ولاية نهر النيل حسين وطنوشير إلى تسجيل أكثر من 80 ألف وتحديدا 84 ألف من الأسر التي فرت من القتال هنا في العاصمة الخرطوم إلى ولاية نهر النيل من جملة عدد تغريبي يتجاوز 150 ألف أسرة فرت من الصراع والاختتال الدائر هنا في العاصمة الخرطوم مدنها الثلاثة إلى ولاية نهر النيل مفوضية العون الإنساني تتحدث عن حوجة لأكثر من 200 ألف سلة قذائية لمقابلة احتياجات الأسر النازحة كذلك هناك احتياجات في مائل الخدمات الصحية التي يفترض أن تقدم هناك نداء منطلق من هناك للمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإقاثي بأن تقوم بتوفير الاحتياجات وأن تعمل على صد النواقص وتوفير الاحتياجات المطلوبة هناك فيما يلي سؤالك حول المستشفيات حسين الأوضاح هنا تمضي شكرا جزيلا لك من أمدرمان صحفي في مكتب الحدث شهدي نادر نشرتنا مستمرة فيها بعد قليل روسيا تتهم أمريكا بتعزيز قواتها في سوريا ودمشق لا تستبعد التعاون مع انقرة ضد الأكراد بشروط اليوم الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسي للشغل هل فعلا اليوم الحوار منقطع العشرات حرقوا أنفسهم الحوار مفقود بين السلطة وباقي المجتمع هل نحن أمام أبو عزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية جبهة الخلاص هي التي تتزعمها حركة النهضة هي كانت السببب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم عدد من الصحفين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بدأ التي ذكرها رئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس حكومة إذا كانت الميزانية والغزانة الفارغة كيف يمكن أن تنجح هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم من جديد كشف نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان للحدث أن سوريا تنظر إلى عودتها إلى جامعة الدول العربية كالتئام لعقد الأسرة العربية والذي لا بد أن ينعكس بشكل جيد على الجميع دولية نائب وزير الخارجية السوري وخلال حوار مع الحدث على هامش اجتماعات أستانا قال إن مسار أستانا حقق الكثير رغم عدم التزام الطرف التركي بكافة بنوده مضيفا أن سوريا تحترم قرار كازاخستان بإنهاء المسار وقد يكون لديهم رؤية بأنه حقق أهدافه وأستانا حققت الكثير على صعيد تقريص مساحة الأرى في سوريا أما بشأن عمل سوري مشترك مع تركيا ضد الأكراد فقال إنه بالإمكان تحقيق كل ما يبدو صعبا ومن أجل تحقيق ذلك هناك متطلبات أولها إقرار تركيا بالانسحاب الكامل من سوريا وفق جدول زمني محدد وتنفيذ هذا الانسحاب وأضف في حواره أن أطرافا كردية أصبحت أداة بيد المشروع الأمريكي في سوريا وهذا الفصيل لا يمثل الأكراد السوريين من جهته أو من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية السورية إيمان سوسان قال الحدث إنه عندما تكون العلاقات بين السعودية وإيران جيدة فهذا يحقق انفراجات في المنطقة ويضع حدا لتدخلات الأجنبية في شؤوننا كدول في هذه المنطقة في الأثناء قال المبعوث والخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أليكسندر لافرينتييف قال إن روسيا لديها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في سوريا وأضاف لافرينتييف لوكلة العلامة روسية أن أمريكا تعزز قواتها في التنف التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة وفق تعبيره وبخصوص تطبيع العلاقات السورية التركية قال إن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على مفهوم خارطة الطريق التي قدمتها روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وأضح مبعوث بوتين لسوريا أن جميع الأطراف أعربت عن وجهات نظرها ومقترحاتها لتنظيم وتنسيق خارطة الطريق وفقا له فإن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت معتبرا أن الأهم هو أن تمضي عملية التطبيع قدما في تصريح صوتي خاص للحدث قال ابن هاني بعل معمر القذافي إن العائلة قلقة على صحة هاني بعل في لبنان بعد نقله إلى المستشفى وتحمل عائلة القذافي سلطات لبنانية المسؤولية عن سجن والده لثماني سنوات بجرم لم يرتكبه أنا ابن الكابتن هاني بالمعمر القذافي وأنا نشعر بالقلق الشديد لوالدي لدخوله للمستشفى البارحة بسبب تدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام لمدة 14 يوم صراحة أنا نحمل الكامل المسؤوليات إلى السلطات اللبنانية والقضائية إذا حدث أي شيء لوالدي المسجون منذ ثمانية سنوات ونصف ظلما وأريد أن أعرف أين العدالة الإنسانية لشخص يعاقب لجرم لم يقم به في حديثا خاص للحدث أكدت موكلة هاني بالقذافي المحامية ريم دابري أن القذافي المسجون في لبنان دخل مرحلة الخطر ويعاني من ضعف شديد وأشارت إلى أن موكلها مستمر في إضرابه عن الطعام ثم نقل موكلة سيد هاني بال البارحة إلى أحد المستشارات في العاصمة بيروت لتلقي العلاج وضع على المحليل ولقد دهوة حالة الصحية أثر معصلاة والإضراب عن الطعام منذ أسبوعين ورغم كل هذا فهو ليزار يصرع الإضراب ولم يتوقف نحن نشعر بالقلق الشديد على صحته بدخوله في مرحلة خطر وأعلنت موكلة هاني بال القذافي المحمي ريم الدبري أن فريقه القانوني سيتجه للقضائيين أو للقضائين اللبناني والدولي بسبب الإبقاء على سجن هاني بال دون محاكمة وأبدت استغرابها من الصمت الدولي حيال قضية موكلها نحن متجدون إلى حالة التصعيد الرسمي والقانوني وسنقوم برفع القضايا دوليا وداخليا تجاه كل من تسبب وقمعه في داخل السجون وهو بريء وهذا ما نعتبره القتل الممنهج للسيد هاني بال سوف نقوم برفع قضايا رسمية على كل من حسن يعقوب نبيه بري وكل من يتجه ويقوم بقمع سيد هاني بال رفضت محكمة السينف من غازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي تقدمت به الأخيرة بهدف إلغاء قرار الحجز الإداري على إرادة وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط ويأتي حكم والقضاء لصالح حكومة الشرق ويأتي مؤيدا لصحة الإجراءات التي اتخذها وزير التخطيط والمالية والمكلف بإدارة حكومة الشرق أسام حمد بالحجز الإداري الذي وقعه على فرج زيدان البحث السياسي والاستراتيجي الليبي مرحبا بك دكتور فرج اسمح لي في البداية أمر بشكل سريع على مسألة هنبع للقذافي وبعدها نأتي إلى الملف الليبي الداخلي حتى اللحظة أي دور للسلطات الليبية بمختلف تشعباتها من أجل الإفراج عن مواطن الليبي يقول موكله بأنه محتجز في لبنان بدون وجه حق دكتور فرج زيدان ننتظر الاتصال بالدكتور فرج زيدان للتعليق على الملف الليبي وما يجري فيه إذن لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران حول استئناف الاتفاق النووي وأضاف أن هناك مفاوضات سرية مستمرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق موضحا أن العنصر الأهم حاليا هو أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى القرار 2231 لتنفذه بشكل كامل لأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق معين فلم يعد هناك حاجة لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة كما قال والتي أبرمت فيها الصفقة عام 2015 أكد مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة سيانان أن المحادثات بين ممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا وكبير المفوضين أو المفوضين النووين الإيرانيين علي باقري كاني في الدوحة أفضت إلى تطورات إيجابية للغاية كما أضاف أن المحادثات تطرقت إلى عدد من النقاط الرئيس الشائكة بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان أنريكي مورا قد أشار في تغريدة على تويتر إلى أن اللقاء كان جديا وبناء وجرى فيه تبادل الأراء بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات يأتي ذلك عقب اجتماعات أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع مسؤولين كبار في عمان ثلاث محادثات مع مسؤولين قطريين وأوروبيين في الدوحة بشأن البرنامج النووي لبلاده ينضم إلينا بالعودة إلى الملف الليبي من بنغاز ينضم إلينا الدكتور فرج زيدان البحث سياسي والاستراتيجي الليبي مرحبا بك دكتور فرج أسألك عن مسألة احتجاز هنبع القذافي ودور السلطات الليبية بمختلف تشعباتها لفك أسر مواطن الليبي يقول موكلوه بأنه احتجز في لبنان على جريمة هو لم يرتكبها نعم بداية مساء الخير لك أستاذ حسين وكل مشاهديك الكرام أهل مساء واضح الآن بأننا نتكلم عن مسألة حجز يعني يأتي لدوافع سياسية الصرفة وأمام يعني رغم تقديرنا للدولة اللبنانية وسلطاتها لسيم القضائية لكن نلاحظ ضعف السلطة القضائية اللبنانية فيما يتعلق بهذه القضية نظرا لأن ثمة يعني ميليشيات أو تجمعات يعني نستطيع أن نقول بأنها إيديولوجية لديها علاقة بطريقة أو بأخرى بقضية الإمام يعني موسى الصدر الذي إلى الآن لا توجد أدلة دامغة وواضحة على تورط ليبيا فيه ومن ثم هناك كثير من علامات الاستفهام تدور حول هذه المسألة لكن في جميع الأحوال الآن واضح بأن هذه القضية هي خارج السلطات العدلية تماما الآن وأنا أعتقد بأن حديث موكلة السيد هنبال القذافي الآن أكدت فيما يتعلق مسألة رفع قضايا ضد شخصيات معينة يعني لديها علاقة بحركة أمل اللبنانية التي هي الآن يبدو أنها متورطة إلى حد كبير في هذه القضية الآن بالإضافة إلى ذلك السلطات الليبية أستاذ حسين الآن واضح بأن ليس من اهتماماتها قضية هذا المواطن الليبي هنبال القذافي الآن ندرك كيفية تعامل حكومة عبد الحميد بيبة بل في السابق رأينا أنه ثمت أكذيب روجها عبد الحميد بيبة للرأي العام الليبي بأن ه اتصل برئاسة الوزراء في لبنان وهذا الأمر قد نفته رئاسة الوزراء في هذه القضية الآن أنا أعتقد بأن السيد هنبال القذافي الآن في أسوأ حالاته الصحية الآن نعم دكتور فرج هذا فيما يخص هنبال القذافي ما الذي جرى بالعودة إلى الداخل الليبي الآن المؤسسة الوطنية للنفط وقرار أسابة حمد رئيس الحكومة المكلفة الآن نريد أن نفهم طبيعة القرار الذي اتخذته حكومة حمد وهو وزير التخطيط والمالية والمكلف بإدارة الحكومة وما اعترضت عليه المؤسسة الوطنية طبعا فيما يتعلق أولا بنقطة دوافع وأهداف إصدار مثل هذا القرار الذي صدر في 25 يناير الفائت بداية حتى تشكيل حكومة فتح بشاب الآن طبعا أنت تدرك بأن الدخل الوحيد للدولة الليبية هو الآن عائدات النفط والآن حكومة عبد الحميد تتفوق على الحكومة المكلفة من قبل البرلمان بكونها أنها لديها الحرية في التصرف بالمال العام والوصول إليه وأنها تقوم باستخدام المال العام لشراء الولاءات سواء في الداخل وفي الخارج ورأينا بأن حكومة عبد الحميد بيبة كيف تستفيد من إيرادات النفط الآن في علاقاتها الدولية وهي نقطة أصبحت على حساب الحكومة المكلفة من قبل البرلمان فضلا عن ذلك تعطل المصارات بكاملها المصار السياسي المصار الاقتصادي الآن وكافة المصار الأخرى ومن ثم ظاهرة النهب ومحاولة شراء الولاءات وذمم من قبل حكومة عبد الحميد بيبة أصبحت مستمرة الآن ومن ثم كان هذه هي الأهداف باستخدام قانون الحجز الإداري لحجز أو لمنع حكومة عبد الحميد بيبة من التصرف من المال العام واستغلاله اليوم صدر حكم لمصلحة حكومة أسامة حماد برفض الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط طبعا مؤسسة الوطنية للنفط الآن ترى بأن حجز هذه الإرادات الآن قد تغل يد المؤسسة أيضا عن مسألة يعني التوسيع دائرة إنتاج النفط القيام بعمليات الصيانة وما إلى غير ذلك الآن لأن المؤسسة الوطنية للنفط تريد استخدام أموال النفط وعائدات النفط فيما يتعلق بالمؤسسة وما إلى غير ذلك بنوع من الحرية الآن لكن هذا الحكم يعني في نهاية الأمر أصبح لصالح يعني حكومة أسامة حمد تبقى الإشكالية الآن أستاذ حسين الآن نعم بأنها مزالت لدى حكومة عبد الحميدة بيبة نقطة فيما يتعلق بالطعن على قرار يعني دائرة القضاء لداري بمحكمة السيناف بنغازي لدى المحكمة العليا حكوم آخر بالنقض ونحن أشكاليا نتخوف من ماذا بأن المحكمة العليا في طرابلس الآن أصبحت بطريقة أو بأخرى داخل في التجاذبات السياسية الآن ومن ثم قد يكون من ضمن السيناريوهات المتوقعة الآن إذا ما قد مطعن أمام المحكمة العليا بأن المحكمة العليا قد تلغي حكم دائرة النقضة الذي صدر لصالح حسين محمد شكرا جزيلا لك من بنغازي دكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي نشاتنا مستمرة وفيها بعد قليل نفهد أكسجين الغواصة المفقودة تيتان والآمال شبه من عدمة بالعثور على ركابها أحيان نفهد أكسجين الغواصة المتوقعة سر جمع بعض العلماء في هذه القرية الصغيرة أصبحت مقصدا للزوار من كل أنحاء روسيا كيف وجد العلماء مأوى في البرية الروسية وكيف يعيشون الآن وما الأسرار التي تكمن في هذه القرية مهمة خاصة السبت التاسع ونصف على شاشة العربية المقلمون في الصميم ما قال عناه من دنيا تراقي المحدور من الشهداء والجرسة شهدوا من خط الخيار ومن قطيع ونجال حنال نتخذنا لأن تحقيق عندما نتخذنا بتحديد المسرعة ومن تحديد النار ومن تحديد النار لا نرحب هو العيش والحياة الكريمة ومن قرية من قرية أهلا بكم من جديد دخلت الموازنة المالية العامة التي أقرها البرلمان العراقي لأسبوع الماضي حيز تنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبداللطيف جمع الرشيد مصادقته على القانون المالي لكن باب الطعون سيبقى مفتوحا على المواد الخلافية وقالت الشرق الأوسط أن فريقا حكوميا يتعامل بحذر مع المواد الخلافية ويحاول صياغة حلول لتعديلها من بينها المواد التي يعترض عليها أقليم كردستان أكد مسؤول كردي للشرق الأوسط أن المشاورات جارية بين الطرفين للتوصل إلى تسوية قانونية لتعديل المواد الخلافية أبرزها كذلك إرسال الموازنة إلى السليمانية مباشرة وقال إن بنودا في الموازنة تخالف النصد السوري الذي ضمن صلاحيات فدرالية لإقليم كردستان لكنه أوضح أن الطعن سيكون الحل الأخير لدى الإقليم حال مضت الموازنة بصيغتها الحالية المسؤول الكردي قال إنه حتى الآن التفاهم بين رئيسي الحكومة العراقية والكردية جيد ومستمر ويمكن التوصل إلى صيغة حل قال مصدر مطلع أن الخلافة مع حكومة إقليم كردستان يمكن تسويته بالطريقة التي تمنع الذهاب إلى المحكمة الاتحادية أيضا قال مصدر قضائي للشرق الأوسط أن المحكمة الاتحادية ستراعي في الطعون عدم تحمل الحكومة أعباء مالية إضافية بسبب المناقلات أما الطعون الأخرى فعلينا الانتظار من أربيل ينضم إلينا عبدالسلام البروري العضو السابق في برلمان كردستان مرحبا بك أستاذ عبدالسلام تمت تسوية الأمور بين أربيل وبغداد الموازنة في الطريق الصحيح باب الطعون ماذا يعني أنه يبقى مفتوحا نعم تحيي لك سار حسين وإلى أخوات الأخوة المشاهدين أنا وسأل في الحقيقة بعد محاولة بعض النواب إدخال نصوص وتغيير أخرى وجولات الحوار المكثفة بين قيادات القوى المؤتلفة في تشكيل الحكومة تم حقيقة تبني لأقول 90% من النص الأصلي لمشروع الحكومة وهذا النص هو طبعا كان عكاس للاتفاق السياسي بين الأقليم وبغداد وعلى ورقة الاتفاق السياسي للقوى المؤلفة لتحالف إدارة الدولة ولكن بالتأكيد حتى إذا الأقليم لم يطعن هناك إمكانية أن يتم الطعن من قبل الحكومة لأن سبق لثلاث دورات سابقة أن تم الطعام ببعض التغييرات التي أجرتها لجان خاصة لجنة المالية في مجلس النواب وتم الطعام بعدم دستوريتها والرجوع إلى النص الأصلي بالنسبة لكردستان هناك موضوع عن اشتيران القلق حقيقة وهذا يعتمد على الأجواء بين بغداد وأربيل إذا كانت الأمور على ما هي عليه خلال الأشهر الستة الماضية فأنا بتصوري الشخصي ليس هناك أي خوف ولكن إذا لم تستمر هذه الأجواء وشاهدنا في المراحل السابقة الالتجاء إلى نص معين أو كلمة معينة أدى إلى قطع الميسانية مثلا الفقرة السابعة من مد 12 تتحدث عن وجود اختلاف وجهة نظر أو عدم التزام تقول مهلة 15 يوم وبعدها يحال الموضوع إلى مجلس النواب وهذا خطر جدا ولم يكن موجودا أصلا في نص القانون لأن مجلس النواب تعرف هناك الشعبوية وهناك بعض النواب الذين يغردون المسألة صرف ميزانية المحافظة المعترضة هي تدخل في صلاحيات الدستورية ولكن عمليا أنا أعتقد صعب جدا أن يتم تطبيقها لأن إما تتفق الحكومة مع حكومة الأقليم ويتم صرف الحصة وإذا لم يتم صرف الحصة فعندها لا يمكن لحكومة بغداد أن تصرف حصة محافظة واحدة طيب قانونية خطوة مصادقة الرئيس على الموازنة وترك باب الطعون مفتوحا أستاذ عبد السلام نعم عن الدستورية الرئيس عليه خلال 15 يوم إما أن يوافق أو يبدي ملاحظات ويرجعها إلى مجلس النواب أو يسكت عندها بعد 15 يوم يعتبر القانون نافذا وينشر في الجريدة الرسمية الرئيس استعمل حقه ووقع عليه سينشر أنا أعتقد فيه الأسبوع المقبل هذه الإجراءات القانونية والدستورية بعد النشر في الجريدة الرسمية وقايا العراقية بالتأكيد كل جان في وزارة المالية تقوم بإصدار تعليمات أحيانا بضعف حجم الميزانية نفسها هذا أيضا سيستغلط بعض الوقت متوقع الطعن من أربيل أستاذ عبد السلام الطعن هل هو آخر الحلول بالنسبة لأربيل فيما لم يتم تسوية الخلافات وأسأل في الوقت ذاته فيما إذا كان الطرف الآخر يمكنه الطعن خلال هذه الفترة حكومة السودان بالضبط يعني هو قانونيا بعد النشر في الجريدة الرسمية خلال تسعين يوم أعتقد يمكن لأي طرف أن يطعن بالذات الحكومة كما أشرت أنا الحكومة هذه المرة أنا أعتقد الحكومة ستحاول عدم خلق مشاكل إذا لم تكن التغييرات التي جرت مؤثرة جدا لأن من مصلحة الحكومة أن يتم إقرار الميزانية وأن تبدأ لنقول حملة تمويلات للخدمات والمشاريع التي ينتظرها الناس بالنسبة للأقليم أيضا نفس الشيء إذا كانت لدينا شبه قناعة بأن الأجواء في بغداد والتعامل مع الأقليم سيكون كما كان خلال الأشهر الماضية أنا أعتقد يمكن حل كل المواضيع من خلال التفاهم وإيجاد حلول يعني تصور قرار محكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في كردستان وإلى آخره تم الالتفاف حوله وإيجاد آلية لا تتعارض مع قرار المحكمة ولكنها في نفس الوقت لا تلغي كل شيء يعني مثلا أخذ مثال أقول لك بساطة إنه إذا تسمح لي قبل ما نلجأ إلى الطعن هناك مادة تقول تودع الواردات من النفط المستخرج من قليم كردستان في حساب خاص بدون استخطاع بمعنى تعرف أنت عقود قليم كردستان عقود مشاركة يعني في البداية قبل ما أن نرسله بعض الشركات تأخذ عشرين بالمئة ثلاثين بعكس عقود العراق لكن هناك فقرة أخرى تقول يتم صرف تكاليف النقل بشارط أن تكون موازية لتكاليف النقل الموجودة في المغداد هذا يعني أننا سنضطر أن ندفع قسم كبير من الميزانية لكن هذا يمكن الالتفاف عليه والتباحث يمكن تسويته شكرا جزيلا لك من أربيل عبدالسلام البرواري النائب العضو السابق في برلمان كردستان أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام وسنكارها لاعتداءة مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين الخارجية السعودية عبرت أيضا عن رفضها القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أفاد مراسل الحدث بمقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم إسرائيلي بمسيارة شمال الضفة الغربية عند حاجز الجلمة شمالية جنين وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى مسياراته استهدفت سيارة قال إنها تقل مسلحين أطلقوا النار على مناطق إسرائيلية قرب جنين فيما وصفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلي العجوم بأول قصف جوي سادف فلسطينيين في الضفة منذ عام 2005 موسيقى 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 بعد أيام من البحث عنها نفد الأكسجين في الغواصة تايتان المفقودة في المحيط الأطلسي وتتركز عمليات البحث بالطائرات والسفن والروبوتات في منطقة نائية شمال المحيط الأطلسي رصدت خلالها عمليات البحث منذ أمس رصدت العمليات بعض الذبذبات في هذه المنطقة والموجات الصوتية إلا أن أمال العثور على الغواصة تضاءل شيئا فآخر الأمل الوحيد الذي يحاول الخبراء أن يحدث معجزة لمزيد من البحث هو أن إمدادات الهواء قد تصمد أكثر من 96 ساعة وذلك بناء على طاقة الغواصة المتبقية ومدى هدوء الأشخاص الموجودين داخلها إذن الآمل بالعثور على الغواصة المفقودة تايتان بدأت تتلاشى رغم كل الجهود المبذولة في المقابل ظهرت على السطح على ما تستفى من كثير حول طبيعة عمل الغواصة السياحية وآلية التحكم بها وأجراءت السلامة المتبعة خلال رحلاتها في أعماق البحار وهنا الصدمة فالتحكم بالغواصة يتم عن طريق وحدة تحكم فيديو معدلة ولا مبالغة في تشبيهها بتلك المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر أو بلاي ستيشن بحسب فيديو من علامتها كما أن نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس ليس خيارا عندما تدرك الغواصات مستويات عميقة مثل ما فعلت تايتان وبدلا منه يسمح نظام رسائل نصية الخاص للطاقم بتلقي التعليمات من الفريق على السفينة الطافية على سطح الماء يوجه الغواصة ويوجهها قائدها بناء على هذه التعليمات باستخدام وحدة تحكم لعبة الفيديو المعدلة أما المفاجأة الصادمة الأخرى فهي أن لهذه الغواصة سوابق في التيه في المياه وذلك عندما فقد الاتصال بها عام 2018 وتاهت لأكثر من ساعتين قبل استعادة الاتصال بها وكان على متنها آنذاك مراسل سي بي اس الصحفي ديفيد بوج ورغم ذلك استمرت في عملها بنفس الإمكانيات التقنية يتعين على تايتان أن تصارع الضغط الهال الذي تمارسه المحيطات في الأعماق وبحسب المواقع التي أوشين جيت فإن لديها نظام لمراقبة هيكل الغواصة في الوقت الفعلي فيما توجد مستشعرات لتحليل تأثيرات الضغط المتغير على الغواصة أثناء الغواص من أجل تقييم سلامة الهيكل وقبل أن تبدأ الغواصة رحلتها يغلق الطاقم بالداخل عن طريق إغلاق فريق الدعم للفتحة من الخارج بـ 17 مسماراً الغواصة ضيقة للغاية من الداخل إذ لا يتعدى حجمها 670 سنتيمتر بـ 280 سنتيمتر و250 سنتيمتر تتسع لخمسة أشخاص فقط قائد المركبة وأربعة آخرين في مقدمتها فتحة توفر نقطة مشاهدة تزعم الشركة أنها أكبر منفذ عرض لأي غواصة مأهولة في أعماق البحار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إطلاق نار وترويع للمواطنين في سوق نيالة الشعبي والجيش السوداني ودعم السريع يحشدان في الفاشر لو درياء يبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين ويؤكد أنه لا يحمل أي طرح لحل الأزمة السياسية محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار لحكومة الشرق بحجز إيرادات نفطية نفاد أكسجين الغواصة المفقودة تيتاو والآمال شبه من عدمة بالعثور على ركابها أحيانا بهذا مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة دمتم بخير وعافية إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات